تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيادة من السعر الرسمية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من الضبط 681 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 331 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 88 طن وفي مجالي عدم توريد أرز الشعير والباية بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طن وفي مجال الباية بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 465 قضية من بينها 125 قضية خبز ناقص الوزن و119 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجالي قضايا المونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن